تفسير القرآن الكريم فضيلة شيخ الدكتور محمد عبدالستار سيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير نتابع معكم تدبر آيات القرآن الكريم حيث توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية الخامسة وثلاثين من سورة التوبة بعد عوض بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله طبعاً خلق فيه سماوات فيه شمس فيه قمر فيه أرض لكن ليست هي كل الأجرام وليست هي كل الكواكب وليست هي كل النجوم والشمس والقمر جعلهم الله سبحانه وتعالى إضافة للمهام التي يوجد من أجلها جعلهما لحساب الزمن وأي حدث يحدث طبعاً الكون هيئة للإنسان قبل أن يولد فعندما يولد أو عندما جاء الإنسان إلى الحياة كان كل شيء مهيئاً له ومعداً باستقباله كان الهواء والماء والبحار والغيوم والأمطار والتفاعلات والنبات والغذاء كل ذلك كان مهيئاً لاستقبال الإنسان لكن الإنسان يحتاج إلى مكان وإلى زمان من أجل الحدث أو الفعل الذي يقوم به فجعل الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر حسبان للزمن لزمن المتعلق بالحدث الذي يقوم به الإنسان أي فعل ستقوم به أنت تريد أن تقوم من هنا إلى هناك تحتاج إلى زمن لو لقلنا نصف ثاني أو ثاني تقوم بأي عمل من الأعمال الكلام الحركة أي شيء لكن كله يحتاج إلى زمن فجعل الله سبحانه وتعالى الشمس حسابا لليوم ولكن لا تستطيع أن تحسب القمر لا أن تحسب اليوم إلا أو شهر إلا من خلال القمر فإذا نظرت إلى الشمس لا يمكن أن تعرف بأن الشهر في أوله أو في منتصفه أو في آخره لكنك إذا نظرت إلى القمر فإنك تستطيع أن تعرف بأن هذا الشهر هلال في أول الشهر هذا الشهر بدر في منتصف الشهر والمحاق أي محقا نور القمر بوجود الشمس في نهاية الشهر فإذا كان القمر من أجل حساب الشهر والشمس من أجل حساب اليوم لأن اليوم يحسب من طلوع الشمس طلوع الشمس إذن متعلق بالشمس الظهر والانتصاف الشمس العصر المغرب غروب الشمس كذا الشفاق بالنسبة للحشاء فإذن جعل الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر من أجل حساب الزمن بالنسبة لحركة الإنسان في الحياة وعندما يقول الله سبحانه وتعالى وجعل الشمس ضياء والقمر نورا هذا من ألف أربعمائة وأربعين عاما بالقرآن الكريم جعل الشمس ضياء والقمر نورا الفارق طبعا من ألف أربعمائة وأربعين عاما لا يعرف أحد ما هو النور وما هو الضياء ما هو ما هي الإنارة التي تخرج من الشمس والإنارة التي تخرج من القمر طبعا الضياء نور الشمس هو أو يسمى ضياء ضياء لأن فيه حرارة لأنه ليس نور حليم نور القمر هو نور حليم بينما نور الشمس فهو ضياء لأن فيه حرارة لأنه كتل من النار بينما القمر هو انعكاس لضوء الشمس فهذا الكلام قاله القرآن الكريم منذ 1440 عاما عندما لا يعرف أحد من علوم الفلك شيئا من هذه الأمور ولا يعرف أحدا ما هي الشمس وما هي القمر وأن نور القمر حليم وأن نور الشمس ضياء وإلى آخرين فإذن المولى سبحانه وتعالى يعطي إشارات علمية في كتابه الكريم وهو ليس طبعا كما نقول دائما ليس كتاب فيزياء ولا كتاب فضاء ولا كتاب فلك ولا كتاب رياضيات وإنما القرآن الكريم هو كتاب هداية هو كتاب قيا ولكن فيه إشارات علمية ولا يمكن لك أبدا أن تجد كلمة واحدة ولا حرفا واحدا في كتاب الله على الإطلاق يصادم حقيقة علمية ثابتة يعني وثبتت وهذا ما تدل عليه كل الآيات القرآنية فالمهم أننا في هذه الآية المولى سبحانه وتعالى يتحدث عن الشهور وحتى الآن وجدوا بأن الشهور لا تتم بالحساب حسابها إلا بالقمر لذلك نحن نتجد شهر شوال شهر رمضان شهر رجب شهر كذا يتم من خلال تحري خلال القمر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله في كتاب الله أي في القرآن الكريم في كتاب الله في اللوحة المحفوظ في كتاب الله ولا يكتب الشيء أو يدون إلا إذا كان له قيمة بالغة وأهمية كبرى يوم خلق السماوات والأرض فإذا عندما خلق الله سبحانه وتعالى جعل عدة الشهور مرتبطة بالقمر وإنها 12 شهرا كانت في كتاب الله أي في اللوحة المحفوظ مكتوبة عند خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم هنا يتسأل إنسان ما هذه الأربعة الحرم ولماذا هذه الأربعة الحرم وماذا فيها ما هي الأربعة الحرم من الأربعة أشهر الحرم طبعا الرجل الفرد هو من الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة وطبعا المحرم لأن المحرم يأتي مباشرة بعد الموسم الحج شهر المحرم فإذن أنت لديك رجل الفرد أما ذي القعدة وذي الحجة والمحرم أول الشهور الهجرية هذه هي الأربعة الحرم الأربعة الحرم يقول قائل بأنه ما هي الفائدة بأنها ما شو حرم يعني ماذا؟ يحرم فيها القتال يحرم فيها طبعا طبيعة الحياة فيها تصادمات وفيها نزاعات فيها طبيعة في حق وفي باطل فالله سبحانه وتعالى أراد أن يشيع السلام والله سبحانه وتعالى يهدي إلى دار السلام والله سبحانه وتعالى يطلب من الناس تحقيق السلام والأمن والأطمئنان للبشرية وليس الحروب وليس القتل كما يدعي البعض الإسلام حتى كلمة الإسلام هي من مادة السلام كلمة الإسلام مادة السلام فالله سبحانه وتعالى أعطى أربعة أشهر منع فيها القتال ومنع فيها أشياء هذه الأشياء حتى تكون ضوابط يعتاد الناس على منع النزاعات والصراعات والقتال فلذلك قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السنوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم لأن الدين كله قيم الدين كله أخلاق الدين هو نور نور هذا النور يهدي نور القيم الإنسان يعيش في هذه الحياة في غذاء البدن وفي غذاء الروح غذاء البدن غذاء الروح القيم القيم والقيم التي تأتي من القرآن الكريم لذلك هذا الدين ذلك الدين القيم لأنه هذا الدين يأتي بما هو أقوى من الإنسان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى أقوى دائما هناك قيم وما يأتي في القرآن هو أقوى فعندما يريد الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يريد الصلاحة والإصلاح وإن الله لا يحب المفسدين ويقول الله سبحانه وتعالى ظهر فساده في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فالله سبحانه وتعالى دعوات الخير ودعوات الدين هي دعوات الإصلاح دعوات إصلاح وما أريده في القرآن وما أريده إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله فإذن دعوة الأنبياء دعوة إصلاح وصلاح دعوة قيم دعوة نور ليست دعوة قتل ولا إرهاب ولا تكفير ولا إجبار الأعداء الدين هم الذين يأخذون أو يريدون أن يجعلوا من الإسلام جهاد وقتال وحتى طبعا الجهاد جهاد على حسب قولهم نحن الجهاد بالنسبة لنا في الإسلام هو الدفاع ورد للاعتداء والعدوان وهذا مشروع في كل القوانين والأنظمة الإلهية والبشرية ما يأتي من السماء دائما القيم الضابطة الناظمة للإنسان ولحياة الإنسان لذلك أنت تجد بأن الكثير من الناس الآن عندما يتحدثون أو عندما يريدون أن يهاجموا الإسلام أو يضعوا أمام الإسلام العوائق فأنهم يقولون بأن الإسلام هو دين عنف بينما الإسلام هو دين لطف لطف بدلا من العنف على عكس ما يقولون تماما الدين سنام بدليل هذه الآية التي دعا الله سبحانه وتعالى وجعل من أصل 12 شهرا أربعة أشهر حرم فيها القتال والأعتداء وحرم فيها حتى يعتاد الناس على القيم وعلى الأخلاق الحميدة فلا تظلموا فيهن أنفسكم إذن فمنع واعتبر ظلم الإنسان لأخيه الإنسان وظلم نفسه لأنك عندما تظلم إنسانا فأنت ظلمت نفسك لأن الله سبحانه وتعالى سيكون مع المظلوم على الظالم وهناك دعوة دعوة المظلوم ترفع إلى الله سبحانه وتعالى فوق الغمام ويقول الله سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا واجعلنا من سعداء عزائي عتقاء رمضان يا حنان يا منان اللهم لا تدع لنا في هذه الأوقات الكريمة المباركة من رمضان ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسرا إلا يسرته ولا كربا إلا أزلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة هي لك رضا ولا نبيها صلاح إلا تفضلت بقضائها يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا سامع الأصوات يا رب الأراضين والسماوات وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله ربنا عليكم تفسير القرآن الكريم فضيلة شيخ الدكتور محمد عبد ستار سيد